أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة الترب الوطني عبدالاطيف حموشي أمس بالرباط مباحثات مع المدير العام لشرطة الوطنية الإيطالية فيتوريو بيزاني الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمنيا هام واستعرض الجانبان خلال هذه المباحثات مختلفة تهديدات الأمنية والأزمات الدولية الراهنة وتدعياتها المحتملة على أمن المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية كما تناول مخاطر الجريمة العابرة للحدود الوطنية بما فيها الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير شرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات وغسيل الأموال والعائدات الإجرامية كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة التعاون القائم بين البلدين في سائر المجالات الأمنية وكذا استعرض وتحليل مختلف القضايا الشرطية ذات الاهتمام المشترك